السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم شباب نارضة بازن الله سبحانه هو تعالى هناخد اللاب بتاع النات اه محاضرة هنرضة بعنوان اه نارضة بازن الله سبحانه وتعالى هنحل اه مع بعض اه 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 اللاب اللي عندنا واخد الشكل ده تمام انا عدي من الاخر هنا ده اه فرع الاول ده ساكن سايد فرع التاني ده تيرد سايد ده الفرع التالي وبيربطنا بين الفرع الاول والتاني والتالت اه راوتر سويتشينج راوتر انا بسميه سويتشينج راوتر وطرعين على الانترنت عن طريق جاتوي راوتر من فوق اه والكلاود الانترنت الموجودة عندي ده كارت لوباك انا طبعا قلت ان انا في المحاضرة هشرح ازاي اوصل اه الشبكة باكتر اه بالانترنت شبكة عن جيو ناسري بالانترنت باكتر من طريقة اه عندي الو بي ام نت او عندي الو باكتشن او عندي ال البرجد كونكشن فاحنا هناخد بإذن الله التلاتة الانواع ازاي اوصل ده نوع من الانواع يعني ازاي اوصل شبكة اه على ال جيو ناسري بالانترنت اه ده نوع من الانواع انا موصل هنا باللوقع مستخدم خاصيته اه بإذن الله شبحنا تعالة بقى تعالوا نشوف المتطلبات الموجودة عندنا في اللاب ده بيقول لك يا سيدي يعني هتخلي كل راوتر يأبرتايز هتخلي هنا كل راوتر يأبرتايز على الوان لينك بس يعني انت هتجي على الراوتر مسلا الجيتوي الراوتر هتعلن اه في اتجاه الشبكة دي وعنها برضو هنا نفس الكلام وهيعلن هنا وهيعلن هنا هنا وهنا 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 هنا وهنا هتقول لي باش مواندس طب مش هيعلن عن بتاعته هقول لك لأ لان انا المطلوب ان انا عايز ايه اخلي اخلي كل راوتر يعلن عن فقط او في اتجاه فقط طيب كلام جميل جدا تعالوا نبدأ الايه انا هبدأ من منين هبدأ من الفيرست اه سايت طبعا احنا ممكن نفتح التورمينالز كلها مرة واحدة من البوتن دي اهه اهه عظيم طيب كلام جميل ده كده ايوة اه انا عندي كده اه اه في حاجات ما اتفتحتش مش مشكلة يعني هو ما اتفتحش السايت طيب ايه الفيرست طايت انيوي هفتح بس الوحلو اهه تمام ونبدأ الاول بس نعمل اه ندست بس ايه طبعا عشان تلغي القصة دي اكتب نو اي بي دومين لوكب على اوكي طيب اه ثم اه اعمل دو اه دو شو رن تمام اه ها اه بصوا يا شباب انا بس عايز اوضح اوضح لكم حاجة معينة يعني تمام اما تيجي تفتح لاب حلو اه افتح نسخة او نسخة اللاب وبعدين اه وهو لسه يعني هو مقفول ما تفتحوش روح قبل ما تفتحو ثم روح للايه ملف انا هحل للاب عشرين ده الانيش الكمبيكريشن بتاعته ايه ثم بعد ذلك افتح الايه افتح للاب تمام عشان ايه تكون الدنيا مزبوطة معك تمام انا روح للا ايه الفيرسد سايت دو شو اي بي انترفيس بريف تمام اه هتلاقي ادي فاصلان سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسللسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسي فاما أه هروح بقى الروتر اص وبعدين اهتديه الاول um. , ثم ً آآ عشر ً0 ۳٢٣ bible بعدين اه فضل بس الاريا زيرو بعدين دوت فورتي بعدين اه اه بورتي ايت تمام كده يعتبر خلصت الايه الروتر الروتر اه او تعالى نروح الاول السكند سايت نفتح كده السكند سايت انابو اوه اه تمام طيق عشان بس انا هعمل اللغة بالعربي كنترول شفت سكس تمام انابو اه كومب تي دوشو اي بي انترفيس بريف وممكن اكتب كده يعني هيستبعد لي بس الايه الانترفيس اللي مش واخد ايه اي بي هات هيجيب لي كل هيجيب لي فقط الانترفيس اللي واخد اي بي هات انا عندي زيرو سلاش وان مفترض هو اللي هو ده مفترض ياخد تسعة واربعين تمام فدي محتاجها تتصلح باستي سايت زيرو سلاش وان بي ادل دوت خمسين خمسين نوم شاط زيرو سلاش وان ورايح على ال 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 وين لينك دي فمنفحش ياخد اربعة وخمسين تمام ثم آآ آآ هنروح على الو رايح بقا على الشبكة دي ده ياخد بقى هنا سايتها اربعة وخمسين اربعة وخمسين نوشات بعد كده دتك ده درسة برضو نفس القصة انا تمام كده الدنيا اتزبطت معي ثم اعمل راوتر 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 اي دي نتورك حالا عن عشر دير ديرو دوت تمانية واربعين زيرو 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 ثم اتنين وخمسين ثم ستة وخمسين اهو اتنين وخمسين ستة وخمسين تمام كده اعلنت عن ثري والنينكس على الساكن سايت راوتر وربطه مع الفرس سايت راوتر تمام اهو هروح لي الثيرت اهو انا سايند اهو تمام حلو هروح راوتر اي دي وان دوت وان دوت وان دوت وان لا ده بقى 333 ممكن تطلع اجزت من الراوتر اي ده وان هتقول لي طبعا عايز اعلن عن سلوان هقول لك لأ روح اي دي على انترفيس راينج فاصل ايترنت زيرو سلاس زيرو الى وان تمام يعني نبدأ دول اللي هو ده وده وبعدين كوما بعدين كوما فاصل ايترنت وان سلاس زيرو اهو ثم اكتب اي بي او اس بي اف ارى 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 yes zero انا هنهتبر كده ايه ده بي وازي سطر النترك تمام ده بي وازي سطر النتوار يعني لما روح على الاساتينgesamt 0 واكتب ipo spf one براوسس اي دي براوسس اي دي براوسس اي دي وان ارى ارى زيرو انا كان اعلمت عن كتب بسطر City fulfilled اه عشرة زيرو 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 ثلاثة اريا زيرو تحت راوتر اوش بيف وان تمام طيب كلام جميل هو دولات التيرد سايت رابطه مع الايه الساكند حلو فاضل بقى نروح على السويتشنج اه راوتر اي دي اخلي انه مسا عند ايه فور فور ثم دو شو اي بي انترفيس بريف اكسكلود تمام بعدين هكتب ايه بقى ممكن تكتب ممكن تكتب كده بس ممكن اكتبها اه ثم اكتب اي بي اوش بيف وان اريا زيرو هيربط مع الايه التلات را طردت الول والتيرست والساكند والتيرد ايه رابط اهو مع الفرست رابط مع الساكند ها رابط مع التيرد عظيم بعدين هروح للجيتوي راوتر تعال اي سيدي اه اي 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 بي انترفيس بريف اكسكلود انا السايند اه بص بقى اه هو ارخد اي بي زيرو سلاش زيرو وزيرو سلاش اه هو ده العلوان اللينك اللي ما بينه بي فيرس سايند وكذلك الساكن اه اه الثرد سايت فاضل بقى الاي بي بتاع فصل سلاش وفاضل بتاع وان سلاش زيرو رايح على كتل لوب باك تمام اه 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 خلي بالك بقى انا هنا هوصله هاهدي بس الاول اي بي لفصل سنية وان سلاش وان اللي رايحة على تمام واون سلاش وان الاي بي بتاع أعلق للشبكة إفاد 1.1.1.30 فهدلو مثلًا 1.1.1.1.350 ك Todd hundreds وبعدين هروح لفاصتي إيترنت أنت في فاصتي إيترنت وم سلاش زيرو إلا رايح لي كانت اللوب بiku功夫 تمام إلا رايح لي كارت اللوب بيك. حل اه ممكن أعمل حاجة بد اثنين خلي بالك كارت اللوبباك اصلا في محاضرة او في محاضرة تقريبا في محاضرة على الكورس هتلاقيه على البلاي لست بتاعت الكورس انا علمتك ازاي تكرية كارت اللوبباك وازاي تعمل انا عندي متصل بص يا شباب انا كارت اللوبباك عندي اللي انا موصله بالراوتر بتاع جيتوي كام ايثور نتو ايثور نتو موجود فين في القائمة كروتن نتو رك عندي اتو اهو. مايكو سوف تست لوب باك تمام اهو هروح بقى على كارت الواي فاي اللي انا متصل بيه على الانترنت متصل بيه على الاسمها تمام وادوش على كارت ال الواي لسه متصل بيه على الانترنت هروح بقى اعمل شيرينج. ثم هروح على اترنت او كده بقى ايه هاي اي حد متصل بكارت اللوبباك اللي هو الاترنت هيقدر يطلع الايه على الانترنت كريك اي مين كده اهو جاب شير ده اهو كارت اللوبباك وانس ان انا عملته اه شيرد على الواي فاي هياخد اي بي مئة اتنين مئة اتنين مئة اتنين مئة اتنين دوت واحد عظيم ستلاش اربعة وعشرين فانا هروح ادي الجيتوي على فاصل اتنين مئة واي اي بي ده طاقة الشبكة دي ممكن اه ممكن اعمل نشط وبعدين اي B add ادين ايش اس بي اي او ممكن اكتب lui اي تش هي بي هياخد ده سابي من كانت اليوبباك لانك كانت اليوبباك بيوزح اي بيهات بالنسبة الى الينوم بجnem باخرهم تمام؟ بالنسبة للايه crocodيون المتصل علي irritating باشرة او مفترض دلوقتي هياخد اي اي بي ده سابي د LM لسه وانس لا زيرو ماخدشي لسه. هو طبعا ممكن او ات لقيه ما ياخدش. حلو. هتضطر ان انت تدي له استاتيك. بس انا ايه هصبر شوية. انا وانس لا زيرو صح الا انا وانس لا زيرو ها. طب لما ماخدشي ممكن اكتب بقى اي بي اد. 137.2. 55. زيرو. اوكي. ثم حاول بي نجعل لوباك. اوه بصهم مش بي بي نجعل لوباك. اوه كده في مشكلة. حاول تاني مرة تانية. اوكي. تمام ممكن اه ممكن اشيل اللينك كار دي تاني وخطة مقرأ تانية. له بنجا هو. طب اعمل اي بي اد. طب اكتب اي بي اد دي اوشي بي. حاول كده ايه نخلي اخد اي بي دي اتش سي بي. او اخد اي بي اهو دي اتش سي بي. اخد اهو. واحد اخد 137.245. طيب عظيم. اه فانت ممكن تدي له اي بي استاتيك او اي بي اي دي اتش سي بي. عظيم. اه ثم اروح لجيت وي راوتر انا لسه عليه. هكتب ايه? راوتر. او اس في اف وان. وبعدين اه الروتر اي دي. ادي له بقى ايه? 6.6.6. او لا اه سواني. او ده اخد 4.4.4.4. فده هياخد مثلا 5.5.5. ثم هتروح على انترفيس رينج فاصل اي سانت. هتعلم بتجاه الوان لنكس. 0.0.0.1 يبقى اه رينج فاصل اي سانت. 0.0.0.1 ثم اي بي او سب اون اريا زيرو. كده هام مفترض يربط مع واون. وان. 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 وثري دق فري دق فري دق فري دق فري. ادي اهو. اللي هو الفيرد سايد. مفترض يربط مع واون. عظيم جدا كده اداني ايه? اتزبطت معاين. وحنا كده بيعتبر بذلك خلصنا الـ objective الأولاني فين بقى يا CD الـ objective الأولاني عظيم بيقولك بقى النات قالك map PC1 to be having 10.0.0.35 slash 30 through static net هو المفترض ما تبقاش slash 30 يعني المفترض تكون ده PC1 و PC4 هو الأول فين PC1 و PC4 ده المتواصلين هوا بي سي وان و بي سي فور عايزهم يطلعوا بعشرة زيرو الزيرو دوت يعني عايز بي سي وان يطلع بعشرة زيرو الزيرو stopped 35 المفترض 729 يعني ده المفترض تتصلح تكون slash 29 دية ان شاء الله هاصلحها في الايه في السلايد وده برضو ايكون slash 29 زي ما احنا قلنا في المحاضرة بتاعة المحاضرة بتاعة الايه النظري ان انا ممكن اخلي انا عايز اعمل STATIC هنا IP انا عايز اخلي ال 172-1-2-PC1 يطلع out of the first site تمام? واي كانوا طلع من 10-0-0-35 و PC4 وعايز اطلع واي كانوا طلع من ايه? 36 فين? ما اهو 36 يعني انا عايز اعمل STATIC NAT تعال بقى نشوف يا سيدي ازاي هنعمل STATIC NAT على PC1 وايه و PC4 بكلام جميل هروح على الفيرست سايت عظيم ثم هخش على الانترفيس اللي هو 1-1 وهكتب أمر IP NAT INSIDE لأن أنا هعمل NAT للباكتز اللي جاي inside الانترفيس دي وخارج outside.ethernet.0 بس خلي بالك بقى أنا مش هخلي الانترفيس فاصل اترنت 0-0 بس أنا هخلي أخلي 0-1-0 تمام هخلي 0-0 و0-1-0 يعني هيطبق ال NAT يعني افرض افرض pc1 عايز روح للسويتشنج راوتر هيطلع مثلا out of 0-1 هيطلع out of 0-1 وهي كأنه طالع من وهي كأنه طالع من 10.0.0.a 35 تمام ده في ايه افتجاه بفاصل اترنت 0-1 أو 1-0 تمام طيب كتبت inside بعد كنت اكتبق range فاصل اترنت 0-0 space one space one وبعدين 1-0 outside ثم exit ثم بقى هعمل سطر الايه الاستاتيك اا IP NAT انا عايز اعمل NAT للباكتز اللي جاية IP NAT inside الباكتز اللي جاية من ال inside interface inside الاستاتيك اا source استاتيك تمام كده انا عايز اعمل NAT IP NAT انا عايز اعمل NAT للباكتز اللي جاية inside اللي هي جاية على الايه ال inside interface تمام كده source اللي المفترض الايبات بتاعتها محددة هنا بقى هكتب static static انا عايز اطلع 192.16 1.2 انا عايز اخليه يطلع اهو ده المفترض بصوا يعني حتى بعد الستاتيك كتبت العالم تستفهم قال لي ايه inside local IP ايه اتعايز local IP ايه اللي هتعمله NAT 1.2 تمام باكتز space اا عالم تستفهم ثم ال inside global ايه اتعايزوا خليه يطلع على global ايه انا عايز اخليه يطلع على global هو 10.00 عايز 10.00 30 5 عظيم بس كده ثم هندوس ايه هندوس enter ومره هعمل الكلام ده على one put 30 خليه يطلع على 36 اها تمام كلام جميل جدا تعال بقى عشان verify تمام هتverify اعمل امر show IP NAT translations تمام بيقولك ان انا عندي 10.00 35 اصلا مترجم من local IP اللي هو one dot two inside global inside local تمام كده طيب هروح الى pc one اوكي هروح هنا pc one واد الو ip ip 129 16 dot one dot two 24 والgate way متاعك cd one dot one حلم وهبنج من pc one على gateway router مفترض اللي هو 34 اكت بس gateway do show ip interface plurief واخد 34 تمام ابنج على ايه 34 هو zero zero من pc one تمام تعال بان pc one الاول على gateway بتاعنا one dot one تعال بان ping على 10 zero dot 34 اه بسي ده بسي وان ايه مال وعلق اه 34 اه بان نجو كستامات واكده بان نجو تاني نعمل مرة تانية اه بنج عظيم ثم هنروح على الايه first site و do show ipnet translation بص بص بقى هنا يقول ايه ان فيه باكت 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 المفترض حسب الموضح عندك في ipnet translation ادي واحد اين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وفعلا pc 1 باكت 5 ايسين باكت ادي واحد وفيه واحدة هنا مخفية بس عشان pc بس اطع connection مع jane 3 bm مظهرت هنا ادي هنا خمسة وعملت باكت برضو ايسين باكت تاني هنا برضو خمسة فالنتك ايه عشرة يقولك ان انا عملت اا 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 عملت نات لها للا اللي خارج من وكأنها خارج الى 10 0 35 راحت على 10 0 34 وقد يكون 10 0 34 ممكن يكون ال ip ده بيعدبر او قناع لدى جهاز لأي بي اخر فعشان كده بيوضح لك ان ممكن الجهاز ده مثلا 10 0 34 30 ممكن تكون مثلا ip server صح لأ تمام هكتب لك في outside local ip local بتاع server تمام بس هنا طبعا مش هكتب هنا لان 10 34 هي فعلا actually ip بتاع interface فاصل 2 0 يعني مش قناع ولا حاجة تمام كرام جميع ده outside local وده outside global عظيم وده inside local وده inside global inside local اللي هو local ip بتاعت الباكت قبل بتعملها نابت اللساء global بتاعت الآي بتاعت global ip الباكت بعد ما هتعملها نابت تمام طيب كلام جميل انا كده يعتبر خلصت ايه اول واحد تعالوا نجرب كده ip 1.3 slash 24 72 16 21 ثم هنكتب ping 10 00 00 34 30 دفعوا تقال باكت عشان الار ثم ها بنج اهو تمام روح الى first site المفترض يجيب لي inside local ايه 1.3 صح 1.3 طلع على ايه 10 00 36 30 ده بقى cdl ايه ده outside اه انا 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 كده نفست اه تاني وثالث objective ونفست برضه اول objective بيقول لك بقى third site انا عايز يطلع على pool من 10 00 30 ل 10 00 30 عظيم طيب هنروح الى third site وهن carry ipnet pool تمام complete ipnet ipnet pool اسميها مثلا third site pool تمام والstart بتاعتها من 10 00 30 وال end 10 00 30 اشو معنى 30 قال لك اصل الشبكة دي 10 00 00 27 يعي available من .1 الى .30 ولكن .1 واخده third site على .200 0 و .2 واخده .2 واخده على .200 .2 .3 .1 .3 .2 .2 .2 وهكي هتروح على الـ 3 outer interfaces اللي هو 0.0.1 وصلة 0 وهامل برضو IP NAT outside range.0.0.0.1 1.0 IP NAT outside ثم هتكتب بقى ايه اه هنا بقى هخلي بالكو configuration الـ dynamic NAT يختلف عن الـ static NAT في حاجة بقى تمام اهلا في الـ static NAT كنت بحدد IP1 بس يطلع على ايه IP1 بس صح لكن هنا انا عايز اطلع IPات الشبكة دي كلها ايه IP جاي من الشبكة دي sourced from IP in this subject يطلع على ايه pool تمام فانطبعا مش اه محتاج حاجة معينة لميلي ايه الشبكة دي كلها فده مواصلة الـ access list هعمل IP access list list اه اه standard تمام هكريد access list standard ودي لها رقم مثلا access list 1 او ممكن سأدي لها ايه اسم تمام يعني مثلا هنا هقول third side land تمام كده invalid access list name طيب ممكن يا cd standard اه ممكن access list 1 مثلا تمام كده ثم هعمل permit 172.16.3.0 تمام ستلاش كم بقى هنا هو المفترض ده ستلاش ستلاش يعني الوائلد كان لناسك بتاعه 0031 وبعدين هروح exit وبعدين اكتب بقى سطر ال ايه ال النات هكتب ايه سطر النات IP نات inside هاي ستتعمل نات للباكتز اللي جاي inside sourced from from ال IP هات المتحددة في access list 1 تمام كده على pool تمام اللي اسمها third side pool تمام وبعدين هدوس ايه هب هدوس enter هدوس ايه enter ما معنى overload هنا لو انا دست overload هنا معنى ايه قال لك اه بص يا cd بقى ده الoverload ده قصة قال لك ان الoverload ان هيخلي مثلا انا عندي جهاز هنا وجهاز هنا تمام فهيطلعوا انا عندي المحدد من dot 3 لحد dot 30 صح فاول جهاز هيطلع على dot 3 تمام وتاني جهاز برضو هتطلع dot 3 هتقول لي الله مش مفترة تاني جهاز يطلع dot 4 اقول لك لا لو عملت overload عارفين معنى ايه معنى الpat انها طبقت الpat تمام يعني كل الاجهزة هتطلع على dot 3 والراوتر هيفرق ما بينهم بالسورسو بورت تمام كده لحد ما بتاع dot 3 دي تخلص تمام هيقوم نائل الاجهزة اللي بعدها على dot 4 فطبعا الحالة دي مش ايه مش هتحصل يعني انت عندك اكيد يعني في الشبكة عندك مش هتخط اكتر من 65000 او ممكن تقول 64535 صح ولا لا تمام فانت دي مش هتحصل الopen load عشان كده من الopen load ما نستعملهاش معايا في مع الdynamic nat اوكي طيب ااا كده عملت ال nat خلاص هروح كده على ايه pc 3 اوكي افريفاي اعمل كده ip 122 27 والgateway بتاعك 3.1 هجرب ابينج على 0 1 بتاع gateway راوتر فلنشوف الاي بيت او مفترض اي بيت توزيع 1.2 تمام فروح على pc 3 ابينج على dot 2 بس قبلها هروح على third site وقت do show do show ipnet translation ببص ipnet translation table فاضي راوتر pc 3 يلا بنج بنج هو عظيم مفترض يطلع على .3 تعال third site اوو طلع 3.2 طلع على ايه عشان جير جير .3 عظيم جدا جدا طيب تعال هنجرب pc 5 ip 16 3.3 slash 24 و ال gateway 3.1 عظيم لامل .2 تعال ضرب 3.3 اطلع على .4 لو انت بغى خلد دو كيلير اي بي نات ترانزليشن استريك عشان نمسح الايه الجدول ده كله وبعدين هنروح بقى ايه سطر النات هنا هنخلي هنا اوبرلود يو شورا اي بي ناس وريني انكلود اي بي نات وريني السبتورة للمكتوب اي بي نات في الشوران تمام اهي اوبرلود تعالى بقى على بي سي اي سري بي اجي عم لو بي سي سري حصل له اي بي سي سري مجزاير منه اي حاجة طيب ممكن ايه نقفلو بتاكم مرة تانية تمام اي بي 3.2 27 3.1 و و ping على 3.2 10 00.2 10 00.2 اه بي ping تمام رحي ل3rd site توابينت translation اه او 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 3.2 طلع 3.3 طلع على 10.0.3 طب PC5 يلا عام PC5 برضو ايه مش عارف الاجهزة ليه في التوبولوجي بتفصل الكنيكشن مع GNS3 VM فبضطرها دوس enter عشان ترجع مرة تانية ايه تمام IP 3.3 3.1 ايه 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 10 دي اضطو مفترض يطلع على 3.0. 3.3.3.3 يطلع على ايه 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 انا .3 وهكزا بقى تمام طيب كلام جميل اه اه ده الايه الاحنا كده خلصنا تعال يسيدي نشوف احنا خلصنا بقى ايه خلصنا كده اول واحد تاني واحد تاني واحد تاني واحد اول وتاني وتالت والتيرد سايد ده خلصناه تمام بتهجم السائت اعايزوا نتطلع بت يعني كل الاجهزة اللي في السائت تطلع بت يعني تطلع على نفسي الأيه هنروح للاMiners P5 اه Terrific email إطلاق طبعا .. ماهو مشترك حافظ سلس Łاوناق Lil generate than seven one set one two hundred and one three hundred and two hundred and one eight hundred and three hundred and eight hundred and three hundred and five hundred a رابع ثم IP NAT INSIDE SOURCE LIST ONE INTERFACE مش POOL بقى كان الديناميكي باكتب POOL بعد ال LIST ONE لأ انا عايز اتعمل NAT للباكتس الجاية INSIDE المحددة بالSOURCE IP اللي هو محدد بال LIST ONE يعني اي حاجة طلع من ال ايه الناتتورك دي وهي طلع في اتجاه ال OUTSIDE INTERFACE اللي هو فاصلي Ethernet اه خلي بالك بقى انا هنا مش هارف اعمل ال BAT على ثلاثة انترفيس مرة واحدة لانه خلي بالك هو بياخد ال IP بتاع الانترفيس اللي بيطلع عليه فانا لازم احدد IP يعني لازم احدد ايه IP واحد بس يطلع الاجهزة دي تطلع عليها مش كزا IP خدتوا بالكم يعني انا انا كتبت هنا فاصلي Ethernet كتبت فاصلي Ethernet 030 كده كل الاجهزة اللي هنا اه بس هنا لازم اكتب overload تمام دوشو run include IP نات تمام دي معناها ايه بقى بصوا شباب ان انا بقول له ان كل الاجهزة اللي جاية اه المحدد داخل الشبكة المحددة في list one او ال access list one تمام تاخد ال IP بتاع فاصلي Ethernet 030 وهي خارجة outside الايه الانترفيس ده overload معنا ايه انا احنا قلنا ان كل الاجهزة تاخد نفس ال IP نفس ال IP بتاع فاصلي Ethernet 030 فانا ما ينفعش احددها لان كل انترفيس يخرج لان كل انترفيس لو دخلته فكل جهاز هيخرج بايه باي بي بتاع الانترفيس فانا ما ينفعش اعمله على ثلاثة انترفيس مرة واحدة لازم احدد انترفيس واحد بس عظيم انا كده خلصت ال objective ده تمام بعد كده بيقول لك بقى ايه انا computer access to gateway router to block انا عايز ابلوك one dot zero لو هو يروح الانترنت الكلام ده صح اقول لكم ليه لان ده private IP صح فانا عايز امنى عايز اخلي جيتوي يمنع ان one dot zero وانا احبي يبينج على الانترنت اوكي ما يطلعش بال public انا عايز بال private IP بتاعه تمام كده يعني من الاخر انا مش عايز ال gateway وكذلك two dot zero وكذلك three zero يعني من الاخر انا مش عايز الاجهزة دي انا عايز تطلع ال net هتطلع ازاي هتطلع كده تجاه ده مسلا فانا عايز gateway router ده لو جهاز ده طلع بال private IP بتاعه انا عايز ال gateway router ما يعدهوش الى الانترنت cloud عندي تمام كده هعمل ده ازاي انا هعمل ده باي الايه ال access list انا ممكن اعمله standard او extended بس الافضل ليه ايه الاسهل لي ان انا ممكن اطبق الجزء ايه دي extend standard انا ممكن اكتب على gateway gateway router هكتب كده enable enable compat il IP اا لأ مش باي بتيات بقى هكتب IP aces list standard one تمام تمام? Giovanni هحدد بقى هكتب هنا الرابع. وبعد كده خلي بالك. هعمل ايه? ليه? قالك ان الاكسس دي هطبقها. ايه افضل مكان هطبق في الاكسس دي? الوقت اطبقه لو طبقتوا على زيرو طب ما هو هيروح هنا فعلا وهيعمل له هنا. لكن مسلا تودو زيرو ممكن يروح عن طريق يروح يخش لفاصل تانية زيرو زيرو هممكن يخش ايه? من اليمين عن طريق ايه? يروح لفاصل تانية زيرو وهنا مش مطبق عليه اكسس دي ست. صح? فانا وما ينفعش ايه? لا مش يلايه وفضل ان انا اعمل نفس الاكسس دي ست على ايه تو انترفيسز هيجهد للروتر. تمام? خسونا عندك اكسس دي ست كتير. بس انا ممكن اطبقها على ايه? على واصل زيرو. وقالت اعملها اعملها في اتجاه الاوت باوند. الاجهزة دي لو عايزة تطلع الانترنت هتطلع اوت فاصل تانية فاصل زيرو افتجاه الانترنت. ساعت اقول له بقى الباكتس اللي جاية اوت باوند يو. اعمل لها ايه? باوند ست دي. طب كلام جميع. هو عامل ديناي للتلاتة نتورك دول. ولكن فيه في الاخر وداوت البرميت ايه? هيكون فيه مكتوب ايه? فالمفترض لو الراوتر ايه لو الراوتر فيست سايد ده مسلا او اه 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 اعايز يطلع باي بي غير واند زيرو اتو دي زيرو وعايز يطلع اوت واند سلاس زيرو هامل له ايه? ديناي. لان فيه امبليسيت ديناي تحت الايه? الفري ديناي ديناي دول. فعشان كده دخلت البرميت اني عشان اطل مفعول الامبليسيت ديناي. تمام? باروح على فاصل ايثنين اطل المكان بقى. اي بي اكسز جروب وان او باوند حلو. كده خلصنا اه التلاتة دول. تمام? هنا بقى بيقول لك configure internet connection to all host camping اربع تمانيات. طيب. كلام جميل. بصوا يا شباب. انا عايز اه هاوصل الاجهزة الشبكة دي كلها على الانترنت. حلو? فهروق لجيتوي راوتر. تمام? وهقول له يا راوتر اي باكت انت مش عارفها. اي باكت انت مش عارفها. اي باكت انت يعني لو رايح على اي نتورك روح الى او 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 فاصل اي ثرنت. اللي هو رايح اللي هو كام? اللي هو واصل اس جرو. تمام? او ممكن اكتب احدد برضو الاي بي اللي انت تروح لايه? لال137.a. حلو? ايه فايدة ان انا احدد الانترفيس واحدد الاي بي معاه? اقول لك لان ده انترفيس بروتكاست. صح? بروتكاست نتورك. يعني الانترفيس ده ممكن يروح ده فاصل اي ثرنت. يعني ممكن يكون متوصل على سويتش والسويتش اصاده 172 يعني الراوتر ده ممكن يكون متوصل على سويتش اهو. هو موصل على سويتش. ممكن يكون اصاده ادي اي بي. تمام? وممكن جهاز تاني. جهاز ثالث. طب انا قلت له اخرج من فاصل 3 واصل الزيرو. هيروح لانجهاز من الثلاثة اللي اصاده. فعشان كده قلت له بقى اروح للجهاز اللي هو 137.1. او ممكن لو انا ما كتبتوش مش هعمل الحاجة. لو انا كتبتوش الاي بي. مش هعمل لي حاجة. لان اكتبتوش الراوتر ما قداموش الا فقط الاي بي. لو هو 137.1. خدتو بالكو. طب كلام جميل. حلو. ولو انا جبت انا خلي بالكو انا عايز عشان اوصل الشبكة كلها على الانترنت انا محتاج الاول اوصل الجهاز على الانترنت. جهاز تدو بينجة 488. بي بينجة هو. عظيم. خلي بالك. الستاتيك راوت ده مالوش لازمة. في حالة انك خليت الجهاز راوتر ياخد اي بي دي شو سي بي على فاصل ايترنت واصل الزيرو. عارفين ليه? لان واصل الزيرو ميجي ياخد اي بي دي شو سي بي من اللوب باك. اللوب باك بيقوله ان اي بي الجيت. الجيتوي بتاعك 137.1. فجيتو راوتر مش محتاج ان انت تدخله للستاتيك راوتر. ولكن لو انت اديته اي بي على واصل الزيرو. هتحتاج ان انت تدخل ايه الديفولت استاتيك راوت وين. اللو قصد ده. عظيم. كده الجيتوي راوتر يقدر يروح على الانترنت. انا بقى. اه اه عايز اخلي اه جيتوي راوتر يحصل ايه بص. الفيرز سايت هيعمل نات candidates westpc4. وهم رايحين على الايه? لو انا عايز وقش انترنت. ال petsp1 هيروح بسا فيرس سايت. هخلي الفيرز سايت يروح للايه? الجيتوي راوتر. هخلي الايه? الفيرز سايت يروح للجيتوي راوتر. طب بلكلام ده ازاي. هلو راح علي الفيرز سايت وهقول له. لو انت ايه ايه عايز تروح الانترنت رlioح للجيتو راوتر يعني هدخل ازا انا دخلت عالجيتو meaningless وسيطل ووت راتين ده وحد اروح وادخله בס sentence two the 33 لا انا ممكن اروح لو انا كتبت youtube ip route مش هو عنده سطر هنا محدده صح ولا لا اه صح ط intellect هخلي بقى الgetway router او راوتر OSPF1 default information originate ودس enter ده ما معناه ذلك هخلي الgetway router يعلن على default static route الى الفيرست سايت تعالوا نشوف كده الفيرست سايت وكذلك الساكند وكذلك الساكند سايد والفيرت سايت تمام اروح على الفيرست سايت كده enable show ip route بصوا اه 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 OSPF اي تو يعني باكتس دي تعمل adaptive distribution from static ott اه اهو اللو انت يا فيرست سايت عايز تروح لأي اي بي انت مش عارفه روح لchod اصالي دة اربعة ثلاثت يعني Getway naturale identity or originate command نصب نفسه كا ايه كااااااااااااااااااا او 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 في ود او 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 بالنسبة للفيرست سايت وكذلك هتلاقي في التيرض سايت برضه بطور الحد tand في سيرد سايت هتلاقي هنا عاشا0 اثنين تعالوا نشوف او اي بي راوت اهو تمام طب تعالوا نشوف كده الساكند مين الجيتوي بتاعه يا راوتر يا الفرست سايت يا الثرد سايت تمام فيين السكند؟. شو IP route. اه بص عنده اتنين عمل load balance تمام عنده اتنين حدد ال58 اللي هو الثرد سايت وال49 اللي هو اليه الفرست سايت هتقول ليه طب ايه مش مهندسة. ولسه كنت سايت مش بسيف عنده. الديبولت جيتوي بتاعه هو الجيتوي راوتر. ليه حاطت الفرست سايت والثيرد سايت هقول لك بص الـ gateway router بيقول الـ first site أنا الـ gateway بتاعت الـ first site بيقول الـ second site أنا الـ gateway بتاعت ماينفعشي الـ static أو الـ default gateway بالنسبة للـ second site يكون default هو الـ gateway router لأنه مش متصل علم باشارة لازم يكون متصل علم باشارة خلتوا بقى لكم طيب كلام جميل طب لو أنا جيت بقى من الـ first site وعملت ping على 4-8 المفترض مش هيping هو مش هيping عارفين ليه؟ هقول لكم ليه؟ لأن يا شباب اللي بيحصل كالأتي نعم نشوف نفتح الـ topology الـ first site عشان يping على الـ 4-8 بيخرج source IP كام 10.0.0.33 ناحية الـ gateway router الـ gateway router بيقوم ودي الـ packet دي للايه؟ للـ loopback حلو؟ والـ loopback بيقوم ودي للإنترنت السيرفر اللي ما بينجي عليه الـ 4-8 تم يجي يرد تمام؟ حلو؟ هيرد على ايه؟ خلي بالك المفترض هيرد دلوقتي على 10.0.0.33 هيوصل للـ loopback اللوك بيقوم هيقول هو 10.0.33 ده فين؟ خلتوا بالكم؟ هل الكرت اللوك بيقوم يعرف ازاي يوصل 10.0.33؟ تمام؟ فالـ packet رايحة فعلا لـ 4-8 لكن مش راجعة لكن مش ايه؟ مش راجعة تمام؟ فالحل ما يعني بصوا ده وصف مبسط خلي بالكم وهو فيه تفصيل اكتر من كده فيه تفصيل اكتر من كده ليه؟ الباكت دي؟ ما بتطلعش للـ 4-8 الـ bingin بيتمش هو الـ echo بيوصل لكن الـ echo play هو لم يوصلش تمام؟ او تعالوا اني يقولها بالتفصيل وعمري لله معينيش هنحطاق كذا مرة؟ بصنا يا شباب المفترض اللوك باكت ده ليه وجهين؟ وجه هنا 192.137.168.137.1 تمام؟ ده رايح ناحية ايه؟ جيتو اي راوتر وكبالك وجه اخر اللي هو الـ i-bit تعلق بطب بتاعي اللي هو 192.168.1.120 ورايح على الراوتر اللي رايح على الـ ISP واللي رايح عادي الـ server الـ A الراوتر تمام؟ تمام؟ قادي الراوتر هاهم الحلو؟ الراوتر ليه جيتو لـ public ip هقول مثلا هو one.one.one.one.one. وهو ليه من داخل .one تمام كدا، حلو فالمفترض اللي هو باكت جاية distance.2 اربعة تمانيات هيوديها لمين؟ هيوديها أوتو في اللابتوب هيكينها خارجة من ١.120.2.177.1 إلى مين الراوتر؟ حلو كده؟ فالروتر هيوديها للايه للدين السيربر ده اللي هو 480 ده دين السيربر ميجي يحب يرده يرد على مين هيرد على البابلك بتاع الايه الروتر الروتر يقوم محول البابلك ده للبرايبت اللي هو 1.A 120 طب 1.A 120 ده هيحول لمين لللوبباك اللي هو ايه 127.1 فاللوبباك اميجي يطلع حلو كده يروح لايه يعني اللوبباك اميحب يرد يعني يخلي بالكم يعني انا عايز ايه اوضحها بطريقة اهي اكتر تفصيلا تعالوا نفتح الواتشيت اها بصها شبك انا دلوقتي عندي اهو اللوبباك رايح رايح للروتر رايح للروتر ده رايح للروتر ده تمام ده الفيرس سايت وده الديفولت جيتوي وده اللوبباك اللوبباك رايح على الروتر اللي عندي في الشبكة اصلا طلعني الانترنت الايه دي ساول راوتر ده رايح على الاسب تمام ده مسلا 1.1.1.1 حلو الشبكة اللي هنا دي الشبكة الداخلية بتاعت اللي هي 1.0 17 bizarre 20 ده وهواخد point 1 ده وهواخد point 2 حلو تمام اه اه الديفولت جيتوي عندي اه اه 192-168-107-0.0-26-26 فالجيتوي اللوبباك واخد .1 جيتوي واخد مثلا .2 حلو الراجل ده الوال لنك دي 10.0.32-27 فده واخد .33 حلو دلوقتي الفرس السايت هيطلع ping تمام فهيطلع من source ip 10.0.34 الى destination ip ده هلم اللي بيحصل كالاتي بقى اللي بيحصل كالاتي ياريت تركزوا اللوب باك في قاعدة تمام في اللوب باك بيقولك ايه ان اي باكت جاية من source from 192.137.0.0.24 هعمل لها باكت يعني ويكأنها خرجة من من 192.1.120 لللابتوب بتاعي ياخد يعني اللوب باك ليه طرفين ما هو هو اللابتوب بتاعي اصلا ليه طرف وصل على ال jns3 project عندي واخد ip 137.1 فهو فيه اصلا configuration في اللوب باك ان الباكت اللي جاي ال inside الفاصل اترنت دي وطلع outside الفاصل اترنت دي او البورت ده تمام هتتعمل لها نات هي ويكأنها خرجة من 1.120 بس شرط النهاية تكون ويكأنها خرجة من 137.a.0.0 طب الراوتر ده اما يجي يخرج هيخرج لحد اللوب باك ويكأنه خرج من 10.0.33 فمش هيتعمل نات هنا فمش هيتعمل نات هنا تمام طيب كلام جميل ده القصة بمطالة البساطة طيب فيه حاجة ثانية انا ممكن اخليه يعمل نات ل10.0.33 ممكن اخليه يعمل نات تمام بعض كريت اللوب باك انا ممكن اعمل فيها ان هو يعمل نات هنا بس الفكرة ان هو ما يجي يطلع بقى ايات عمل نات ويطلع للراوتر ده والراوتر ده يروح يرايح ليه ادي الى السيربر دي بقى الكيسة التانية ادي الى السيربر ما يجي يحب يرد هيرد على مين هيرد على الراوتر ده الراوتر ده على الاربع واحد الراوتر ده هيعمل resolve الى الاي بي البابلك ده الى البيعات لو هو 1.120 طب واحد و 1.20 قال ايه قال ان انا عملتي نات لباكت جاية من سورس 110033 هل اللوبباك يعرف ازاي يوصل من 33؟ لأ تمام فعشان كده ايه عندي 2 cases اما الكيس اللوبباك ما بيعيلش نات اصلا الا بس مية سوى 32.0 لكن دي جاية من سابن التانية الكيس التانية ان اللوبباك ما يعرفش يوصل ازاي الشبكة دي الحل بالنسبة لي ايه ان انا هعمل نات على ال ايه الديفولتكتوى راوتر اخليه اي باكت تطلع تمام من مية سورسة فروم اي 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 بي جوه التوبولوجي ورايح تتجاه الانتونت الديفولتكتوى هيطلعه على البابليك اي بي بتاعه او الاي بي بتاعه اللي علوه باكي اللي هو مية سبعة و تراتين دوت اتنين او حسب ما موجود في البروشكت عندي دوت ميتين خمسة واربعين تمام فتعالوا نروح بقى للايه للجيتوى فانا عندي طبعا انا ما بنكش تعالوا نروح للجيتوى بقى هعمل ايه ايه اي بي الاول بس هدو شوى اي بي اكسز لست اه دخلي بالكم فيه اكسز لست انا عملها اصلا هعمل بقى اكسز لست الام فيها السبنت اي بي اكسز لست ستاندرد بس خليها تو ثم هعمل بيرميت اني يعني اي اي بي تمام ثم هروح لانترفيس تصلي تانيت زينو شلس جيرو وزينو سلاش وان رينش اللي هو الداخلي اي بي نات انسايد تمام ثم هروح للخارجي لو وصل الزيرو اي بي نات اوتسايد ثم هدخل الامر النات بقى اي بي نات انسايد شورس لست تو تمام لاند اكسز لست ايه تو تمام باستي اترنت اي بي نات انسايد شورس لست تو اه انترفيس باستي اترنت وان سلاس زيرو اوفرلود تعال بقى يا سيدي نروح للفرست اه سايت بنج يا سيدي دي بنج هو تب تعالى من بي سي وان بينج على اربعة تمانيات اه هنا بقى ممكن يسألك في انترفيو على تابولوجيز زي دي يقولك هي الباكت اللي طلعه من بي سي وان تمام اتعرضت لون فيز نات ولا تو فيز نات ولا ثري فيز نات ولا فور فيز نات يعني ايه يعني الباكت دي اتعمل لها نات كم مره بي سي وان خارج اوت اوفرست سايت اتعمله نات ايه هتعمل له نات مره مره هنا وبعدين مره على جيت وي راوتر ومره على اللون باك يبقى كده ثلاث مرات ومره اوت ال ايديس الراوتر بتاعي يبقى كده اربع مرات يبقى ده فور فيز نات تمام ده ايه فور فيز نات طب كلام جميل جدا بي سي فور بينج اهو بي سي تري بينج بي سي فايف بينج بينجو عظيم بي سي تو بي سي تو لسه مادة لوجه اي بي اي بي اه اوكي 2.2 2.24 بي سي تريد بتاعك 2.1 بينج اهو عظيم ولو جيت على و جيت كتبت كده اي بي نات تمام 2.2 طلع على 57 طلع على 10.057 ده اللي اوضع فاصل 2.0 تمام طيب انا كده خلصت المطلوب كده يعتبر خلصت ده وده 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 اهو اهو بلوك تلنت ssh اكسس on gateway router from all hosts except 1.1.1.0 تمام طيب القصة اللي انا عايزة اعمل ايه بممتاع البساطة ان انا يا شباب عندي انا هعمل تلنت على default gateway وال ssh بحيث ان الفرست سايت لو حب يخش مثلا التلنت على gateway يقدر يخش الثرد سايت يقدر يخش التاكت سايت يقدر يخش انا بقى عايزة اخلي مايقبلش اي تلنت جاي عليه مايقبلش ايه اي تلنت جاي عليه الا مايقبلش اي جهاز يتلنت عليه الا لو جاي من one dot one dot zero تمام طيب كلام جميع تعالوا الاول لامل تلنت على default gateway وكده الكمبيوريشن الايه ال ssh الاول هحدد hostname gateway router تمام وبعدين enable secret cisco ثم username admin secret مسلا cisco اوكي وعدين ip domain name عشان ssh ip domain name مسلا debug e g dot com ثم خش على line لا لا لسه كارية الكريبتو key generate rsa modelis 2048 اكريات ال encryption key بتاعت ssh عظيم حلم وبعدين ip ssh version 2 هو مفترض version 2 على طول enabled once ان انا عملت encryption key بس انا برضو ايه التأكيد بكتب ip ssh version 2 ثم line vty 0 إلى 1669 login طبعا dha basic configuration يعني عشان كده بقول من غير ايه بكتب على طول كده من غير شرح مستطيد login local عشان يطلب ثلاث مستطيع مع الاوامر وانا بكتب no exact timeout هقفل sleep time و transfer timbo all او اكتب tilment ssh طيب انا كده جاه اذا اخش tilment from anyone تمام لو رطل tilment دخلي على 34 دخل طيب كلام جميل انا عايزه بقى ما يخشش تمام انا عايزه ايه انا عايزه ما يخشش حلو ف ايه انا عايز بس dhp server بس او الشبكة دي بس هي اللي تخش تمام فهروح على gateway router ممكن اعملها ب access list مثلا ممكن اكتب ايه بص رسي ممكن اكتب ip access list extended على gateway router extended تمام وقدلها رقم ممكن ادلها رقم او اسم او ممكن اكتب remote access policy ده اسم وبعدين هعمل سماح فقط ل dhcp server انه يروح على ايه او سماح للشبكة دي اللي هي 1.1.1.0.36 اللي هي تروح على router تطلب تمام permit TCP تمام 1.1.1.000 000 000 3 تمام لا اخرى اسم رايحة الى egist هو رايح الى الروتر ا refer to one dot one dot one او رايح الروتر علي فكرا ايه شباب هي مش هتنفع هنا والأيكس ديست هنا چندن مش هتنفع تمام؟ او هتنفع بل ستاخد ايه وقت كبير يعني تعال اعليكم ايه على ايه طريقة ايه سهلة شوية تمام؟ الطريقة السهلة ان انا ممكن كده اعمل ip access list standard تمام واسميه اهو remote access policy دي الطريقة ال enhanced شوية اه عشان بس extended واخدها النفس باسم تطعام النوع كده ثاني وبعدين هعمل permit 1.1.0.0003 حلو انا اعملت permit للايه للشبكة دي على ايه ما تعرفش تمام كده على ايه ما تعرفش هتروح بقى ال line vty من 0 الى 1869 وتدخل access class one in يعني يطبق يعني اللي يخش vty لازم يخش sources from ip موجود بالسبت المحددة داخل اللي ايه ال access list اه 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 اللي اسمها لا ال access class هنا هسمي اللي اسمها remote access policy in دي معناها ايه يعني تحت line vty هقول ال reautor gateway ما تستقبلش اي remote connection عليك الا لو جاي من subnet متحددة جوه ال access list اللي اسمها remote access policy باتجاه ال in لو هي دخل عليك يعني انت بداخل ايه الراجل ده ما ايجي تلنت هيتلنت in تمام طيب تعال كده للايه first site باشا نحا وابس refused تمام طيب تعال بقى لي dhcp server هو طبعا اعتقد مش واخد ip مش واخد ip تمام باكوش اه 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 two 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 fifty two一點 two no shot سما exit واحددله ال default getaway بتاعو بسه بقى ou gateway top one one top one واعدين اخدش ع teaches علام con zero logon sync unos عشان لست يلاست jeon phiuli ما تخدشش مع الا ايه الاوامر بتاعتي وايه اور cohel equation per route the way type تمام تمام لو لديش تتسيبي سيربر عايز يروح للجيتوي راوترا بنج على 1.1.1 كده بطر كده بنج عظيم تعال ابقى نتلنت من عليه تلنت آآ 1.1.1 اهو بيقبل منه تمام طيب كلام جميل خلاص بقى عايزين نخرج طيب connection اهو عظيم فاحنا كده قفلنا التلنت connection والSSH برضو اللي جاي من كل الشبكات ما عادة الشبكة دي فقط يعني اهو تقريبا كده برضو خلصنا plug telnet SSH access on gateway router القصة او المطلوب الاخير ده الرخم شوية رخم جدا كمان يقول لك configure static net so all sites مفترض all sites p-server by each p-server on its one link 10.00.37 تمام برضو مفترض ده 27 37.27 تمام ليه هو ايه المطلوب هنا تمام ليه يا بشواندس بتقول ان هو رخم هقول لك ليه دلوقت نمسح الايه القصة دي تمام ونجيب التوبارج تعالوا كده ناخد الموضوع واحدة واحدة لو انا عندي بي سي اوكي عايز ياخد اي بي تمام طيب الكلام ده كمين حلو البي سي هيبعت رسالة او رسالة dhcp discover source ip المفترض 0 0 0 0 destination ip broadcast 255 255 255 255 255 حلو فالfirst site ده هياخد هيستلم الرسالة انا هخليه يعمل تحويل لرسالة dhcp discover يعني هكتب بي امر كده تحت الانتفز ده اسمه ip helper هقوله ان ip بتاع dhcp server الاجهزة اللي هتطلب من عندك dhcp ip المفترض هيكون 10.0 0.37 هتقول لي مش 1.1.2 اقولك لا لان السيرفر ال ip بتاعه جوه انا هببلش السيرفر ده بره 10.0.37 the publishing of servers تمام ده اللي احنا شرحناه في المحاضر النظري كلام جميل فالمفترض الفرست سايت هياخد الرسالة وهيطلعها ionic costly out of source ip الرسالة دي جت على الانترفيس لي ip صح الرسالة broadcast دي وصلت الانترفيس الانترفيس ده ال ip بتاعه كام 172 161 1 فهيطلع الرسالة خارجة من 172 dot 16 dot 1 dot 1 لل destination ip اللي هو 10 dot zero dot zero dot a 37 فالمفترض هيطلع الرسالة في اتجاه من ال gateway router حلم طيب كلام جميل هنا في مشكلة ال gateway router هياخد الرسالة وهيحولها الى مين ال dhcp server تمام ال dhcp server ما يجي يرد هيرد على 172 181 dot 1 dhcp offer distant to 172 16 dot 1 dot 1 هيوديها ال ming gateway router هل gateway router يعرف يروح 172 16 1 dot 1 لا ما يعرفش تمام فالحل ايه ان انا هعمل static router اقول لل gateway router لو انت عايز تروح 172 16 dot 1 dot 0 24 روح 10 dot 33 first site تمام فبذلك الرسالة dhcp offer تقدر ترجع اليمين لل first site تمام طيب كلام جميل كذلك الامر مع third site كذلك ايه الامر مع third site اما يجي برضو ياخد اما يجي ياخد ip تمام جهاز عايز ياخد ip الرجل ده هيطلعه unicastly تمام فبرضو ده مش هارف يرد عليه ال dhcp offer اشتراف ترجع تمام فالgetway router هيعم هقوله برضو static route لو انت عايز تروح ل3 0 0 27 27 روح ل 10 00 1 27 27 هو third site طيب second site هعمل ايه في القصة second site تمام انا محتاج برضو الgetway اقول لو انت عايز تروح 11 16 16 ospf تمام يعلن عن ايه 2 0 through ospf تمام طيب هنا كلام جميل جدا هتقول لي باش ما انت سوى انت باش لسه اي الراوترات هعلن عن one links هقول لك اه بس انا هنا محتاج انا هنا مضطر انا هنا مضطر عشان ده ما يجي يبعت dhcp offer dhcp dhcp offer to dhcp server تمام الget way يعرف ازاي يرجع تمام لل second site ده القصة بتاعت الجزئية دي طيب كدلي فيه جزئية تانية افرض انا pc one انا واخد static point two والdhcp server المفترض بيوزع في البول بتاعت first site من 192 16 dot 1 dot 1 dot مثلا 22 54 50 فافرض dhcp server هيبدأ يعني خلي بالكو اليت dhcp server هيقول مثلا انا هبق قدي من one dot one حلو كده فقبل ما يدي الجهاز ده one dot one وهو اصلا ده بتاع first site تمام المفترض يبعت icmp packet المفترض يبعت icmp packet للfirst site هيبعت icmp packet على one dot one يعني هيبنج على one dot one لو استلم ايكو ايكو ريبلاي يعرف ان one dot one ده بيزي يعني في جهاز وااخد one dot one هيبعت ايه هيبعت pin على one dot one لو استلم ايكو ايكو هيبعت ايكو ريكوست لو استلم ايكو ريبلاي بقى one dot one ده موجود هينقل على one dot two هيعمل pin عليه لو استلم يبقى موجود ينقل على one dot three وهكذا تمام فانا عايز اعمل سماحية لل dhcp server ان هو يping على اي ip جوه one dot zero 24 او three dot zero 23 او two zero ليه اسمح بالping هقول لك عشان يقدر يكشف ال complex يقدر يكشف هل ال ip هات بايزي ولا لا تمام كده فدي القصة اللي لازم تاخد بالك منها تمام طيب كلام جميل ده مبدئيا الجزائي اللي عايز اتكلم فيها واي مشكلة تظهر قصدنا احنا كده برضو هنتكلم فيها برضو تعالوا نعمل configuration dhcp pool على dhcp server منابل comp t ip dhcp pool first site network 172 16 dot one dot zero space slash 24 default 16 one dot one dhcp 48 43 22 تمام كده وبعدين اعمل second site برضو بس الnetwork هنا هتبقى 2 dot zero و default router هنا 2 dot one و dhcp 48 43 اثنى وبعدين هروح على third site والnetwork هتكون 3 dot zero بس 27 27 و ال default هيكون 3 dot one default icon 3 dot one و dns هيكون 4 8 3 و طيب كلام جميل حلو بعدين انا كده عملت ال dhcp configuration هروح للجيتووير راوتور وهبابلش dhcp server تمام 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 ipnet source static ipnet الاول ipnet بس هنا في مشكلة هخلي باله تمام انا هابصوا انا هقول ipnet source static واعمل القصة بتاعتي بس هنا في مشكلة انا محتاج اروح على pass internet يعني 0 0 dhcp او خلي بالكو يعني المفترض ده المفترض ده inside صح لانا هعمل nat 1.1 1.1 1.2 هيطلع على 10 0 37 30 فالمفترض ده هيكون inside وال two interface دول هيكون outside تمام طب مش شايفين مشكلة في مشكلة ان اصلا انا عامل 0 0 0 1 dh ip nat inside لل packets عشان تطلع للانترنت ماينفعش خلي فاصل ethane 0 0 inside و outside في نفس الوقت ولا 0 1 inside و outside في نفس الوقت بلي بالكو من المشكلة دي تعال لها ازاي قال لك هتروح على interface range 0 0 1 وهتفعل امر اسم ip nat enable وهتروح على 1 1 1 اللي رايح ديش بي server هعمل برضو ip nat enable ip nat enable ده بيسميه كده unidirection عارفين ازاي يعني انا ip nat enable ده ما بيفرضش علي ان انا حدد اتجاه inside outside يعني 1.1.1.2 هيطلع برة على 10 0 37 اي باك ترايح على 10 37 هيرجع ها 1.1.2 وهكذا امام الحاجة وعكسها تمام فدي ما بتفردش علي inside وال outside خدتوا بالكو فاحتجت هنا خلي باك اوك اعملت run interface 0 0 0 على سبيل المثال هنا دخلت الى ip nat inside ده هيستخدم في تحويل الى الانترنت يعني لها a nat وكذلك ip enable d عشان اقدر dgcp server حيث سيطلع 10 0 0 35 طيب كلام جميل ثم بعد ذلك هعمل ايه ip nat مش هكتم باك هنا ip nat inside لا ip net source static انا عايزك تبوبلش dgcp server 1.1.2 بس هخلي هنا باك ايه static udb تمام لان dhp server dhp service protocol based on udb تمام انا هنا هخلي بالكم يعني برضو ايه هخلي بالكم موضوع ده ايه معقد تمام انا هنا هخلي هقول ال gateway مش هقول 1112 يطلع على 10 0 37 بس لا انا عايز اقول 1112 على البرد dhcp اللي هو udb 67 يطلع على 10 0 37 على 67 انا عايز اعمل دي اقدتم انا عايز ايه انا عايز اعمل دي تمام بس هنا في مشكلة حلو يعني ممكن نكتب السطر ده كده اهو udb local cd 1.1 2 يطلع على البرد 67 تمام يطلع على global 67 على البرد 67 تمام وممكن هدوس هنا enter حلو كده كده هيعمل publish dhcp server ان هو هيطلع على 10 00 37 بحالة ان انا وقت 11 12 هيطلع على بورت من صورة بورت 67 خلو بالكم ال dhcp right انتما ايجي يطلب ip بيطلب distant 2 يعني distant 2 ip 25 25 25 25 25 وكدلك destination بورت 67 فانا عايز اقول لك get way لو 11 12 لو انت استلمت مثلا باكت رايحة على 10 00 30 على بورت 67 حولوا ال 11 12 على 67 والعكس برضو ايه صحيح مسينا في مشكلة انا عايز برضو اخلي dhcp server يقدر يبنج يقدر ايه يبنج تمام يعني انا عايز dhcp server يبنج مثلا على .2 او .1 او .3 عشان يشوف عشان 1.1 مثلا ده هل available ولا لا وعايز اخليه bing out of 10 00 37 فانه هنا بحتاج اعمل ايه بحتاج اعمل nat مرة على 67 ومر برضو على icmp تمام ولكن p مشكلة انا مقدرش اعمل nat حلو لو جبت هون static مقدرش اعمل nat هنا فيش حاجة icmp عندي خلي مبالك icmp ده لا tcp انتم فهمين القصة فانا هنا ما اقدرش اتبالش dhp بحيث انه يطلع ال icmp اه فالحل ايه قال لك يا cd تمام اعمل هنا نلغي السطر ده واعمل ipnet source static 1112 على 37 دوس enter فتقول لي طب كده باش مهندس انت قلت ان انا عايز اخلي الراجل ده باملش بس ع dhp بس هقول لك اه بس بقى تقدر بال access list تمام تقيد الاتصال نحية 10.00.39 تمام ممكن تقيد الاتصال خطوا بالكوا هتقصروا على dhp protocol وال icmp بس وده هعمله فين هعمله على first site وال third site وال second site هنعمله مرة هنا ومر هنا ومر هنا تمام وبالتالي انا هروح لي ال first site تمام وهروح ال first site كده واقول قم بتي ip access list dhcp server policy خليه وهقول له وهقول له تمام access list لا انا اسف هقول له permit permit 172 dot 16 dot 00 00 55 وهنا هكتب permit icmp تمام اللي هي تطلع للhost اللي هو 10 00 37 هدوس enter وقال له مرة permit udb udb برضو من نفس الشبكة دي على 10 00 37 بس على port 67 eq 67 هدوس enter تمام طب كلام جميل وبعدين ايه هعمل deny ip 192 16 00 00 00 00 00 55 اللي هو يطلع الhost 00 37 وبعد كده هعمل permit ip dn do show ip access list بصو 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 شباب اول حاجة اه ال 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 هيسمح بطلوع 192 00 الى الراجل ده بس لو هي ping مثلا icmp وكذلك العكس تمام طيب وهسمح له برضو ان هو يطلع برضو على 10 37 على port udb على port ال dhcp اللي هو ال port psd اللي هو السيربر تمام طيب بحالة ان جهاز من دول عايز يطلع على 10 00 35 تمام على اي مرتكول اخر غير دول هيعمل deny تبع للاي اللي تحت ده طيب افرض اي جهاز عايز يطلع على الانترنت مساء لو without ipn any هيطبق امر deny ipn any تمام فانا هنا عملت disable ipn any طيب حلو وهطبق بقى ال access list دي على اي interface range fast ethernet ممكن اعمل كده interface fast ethernet one slash one slash one اللي هو الداخلي وهطبق ال access list دي ip access group dhcp server policy in ولا out in تمام حلو كلام جميل حلو انا كده ازبط المفترض اللي الدنيا عندي انا بس ايه يعني بتأمل بس ال configuration عشان الدنيا تكون مظبوطة اعتقد كده مفيش اي حاجة نقصة تمام هروح كده pc one نروح ال pc one انا فاتح اصلا pc one اهو واكتب ip dhcp وبعدين هعمل capture هنا بالwire shark ادل الwire shark فتح وهعمل هنا capture على put p اللي هو ياخد لبقى ال pax dhcp server هنا تمام طيب كلام جميل هروح بقى pc one واكتب ip dhcp اهو تمام انا ومطلعش حاجة طبعا ولا هياخد ip لان انا خش على one slash one واكتب ip hilbert address 0 0 0 37 كده بقى ياخد ip dhcp 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 اهو هنا مش عايز انا بصو في مشكلة تعالوا نشوف اه الget way router المفترض اقولو ازاي يوصل للشبكة دي يعني خلوا بالكم dhcp بتوصل هنا على لانك ده لكن الget way router مش عارف يوصل ال 129 1 a.0 يعني بصو يا شباب الـ packet دي طلع ايه؟ source from مين؟ mp2.92161. الـ router الـ print site حول الـ packet من broadcast الايه؟ unicast. فـ 10-10-37. انا بصوا لو جيت put P اخر شوية مفترض الـ packet توصل. الـ dhcp مرة تانية مفترض توصل على الـ link كده. اهو بصوا حتى ترجمها هو ترجمها الـ 1-1-2 تمام لكن اهو اهو تمام والراجل ببعت offer لكن مش عارف يرد لكي تجيتو ايه مش عارف الشركة دي بوسطة الايه الـ IP route. انا تريد تروح اه 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 1610 انا تريد الصابت بسك بتاعتها اهي. اروح ليه 10-200-33. اروح ليه الـ first gateway router وتخلي PC1 برضو نفس قصة. ادي اتشي بي. هو هنا استلمه هو الـ offer برضو ما خدش برضو ايه ما خدش عارفين ليه تمام هو بعد offer. الـ offer وصلت فعلا. الـ offer وصلت فعلا. ولكن تعالوا بصوا. الـ IP اللي الـ dhcp server عايز لديه بي سي 1 هو ايه؟ 1.1. صح؟ فعشان كده router 1 قال ايه ده؟ الفرست سايت قال ايه؟ ده الـ IP ده بتاع ايه يا dhcp server فمش هيفروده جوه الـ PC1. تمام؟ فده ممكن يكون سببه ايه؟ ان الـ dhcp server مش عارف في ping على ايه؟ على 292.1.1. تمام؟ فانا هنا اه هكذا كده ICMP او ممكن هنا المفترض الـ dhcp server على 292.1.1. اه مش بي ping طيب ممكن ها ممكن بتدي الـ dhcp server ها او مفترض يعني dhcp server يبينج بس وهم هنا ما بيبينجش مش يعني بحاول اعرف ليه يعني مفترض هيوزع 1.1 او لو رحت الـ dhcp server هنا تمام؟ فروحت كده كتبت enable show IP show IP dhcp pool first site اهو الـ current index 1.2 تمام؟ مفترض هدا يوزع من 1.2 اه تمام؟ اهو مفترض dhcp server ادرك انه 1.1 ده بيزي شو IP dhcp binding. اوو شيت. الـ dhcp server قال انه الماك ده خد 1.1 ومين الماك ده ده بي سي وان شو اي بي الحتة ايه الموضوع ملاعبك خالص تمام فانا حلاها ازاي بقى ممكن اعمل كلير اي بي دي اتش سي بايندينج حيث ان يقفل الايه يلغي الجدول ده شمح جس الماك بتاع بي سي وان طيب هكتب اتش سي بي مرة تانية استلم اوفر اهو بس الاوفر هنا على وان دوت فور تمام وان دوت فور وان دوت فور ليه بقى هنا الراوتر مش راضي يدخل الباكت لجوه طب ممكن بقى ايه اهو بصوا يا شباب بصوا وان دوت وان دوت تو بنج على وان اه تو فلا ان وان تو بي بنج اه لأ سواني هو بي بنج هو مين وان وان تو ده سواني اه بنج على وان تو تمام وان دوت وان واخد وان تو فعلا فانا طيب حلوة لما اقفل بي سي وان عشان نلغي الاستاتيك اي بي اللي علي حلوة نستارت اها يلا يا سيدي dhcp اهو دورا اهو خد اهو تمام اللي حصل كالقاتي اه بي سي وان اصلا واخد اي بي ستاتيك فاكرين فالمهم انه هو اما بعد dhcp discover اهو 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 اه اللي هو يدي 1.4 الى PC1 بس هو لسه ملحقش ان هو ياخدها تمام فانا عشان حيلي بس القصة دي قفلت PC1 وفتحته مرة تانية عشان ايه امسح اعدادات ال IP اللي عنده تمام طب تعالوا كده PC4 اوكي دي دي اه دي اتش سي بي مفترض هنا ياخد 1.4 اه اخد 1.5 طب 1.4 ما له بقى اه تمام بس يعني انتم ملحظين هنا فيه مشكلة عارفين ان مشكلة بس يا شباب والمفترض يدي 1.4 لان هو بس هو عرض على 1.1 اهو تمام هتلاقيه اهو your client IP address 1.4 تمام وبرضه نفس القصة هنا وانفس القصة هنا 1.4 وبعدين اه 1.1 عمل اه ركاديش في ديسكوبر مرة تانية تمام اما تقريباً أنا خليت بي سي 1 ياخد ip فهو 1.2 آه تمام تمام ف1.2 ادى 1.4 وخده بي سي 1 المفترض هو بي سي 1 خد 1.4 عظيم فا بي سي 4 خد 1.5 طيب كلام جميل لأن يعني كنت متوقع انه 1.4 ياخده مين ياخده بي سي 4 تمام لكن بي سي 1 سبعه طيب كلام جميل أنا عايز اعمل ايه عشان ما لغبطكش أنا هارسة القصة دي مرة تانية هعمل هنا كمين stop بعدين start و بعدين هروح dhcp server هرست هرست ال dhcp server خالص clear ipdhcp binding show ipdhcp pool first site من 1.6 ممكن اعمل مسح ipdhcp pool first site ipdhcp pool first site انا عايزة يعني ايه اهود لك القصة من بدايتها 16 0 24 default 16.1.1 اها اها تمام نجرب كده مرة تانية حلو ده اللينك اللي رايح اللي هي تديش بي سيرفر على طول تمام حلو تعالوا بقى ايه نروح ليه dhcp نشوف الراجل ده بقى يدي له ايه ها dhcp تاني عشان راح لك ايه اه من اول وجديد واحد dhcp تبعد dhcp discover على one 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 two تمام طيب كلام جميل هو هتقول لي ابش مهندس ثواني اه هو مفترض مش يبعت اه request على 10 037 هقول لك يا حبيبي انا بعمل capture لقصادك دي على اللينك ده يعني بعد اما 10 037 تحولت لوحد 21 تمام طيب كلام جميل ثابعدين السيرفر دي تش بيه سيرفر عمل ping على one two two عشان يشوف هو ايه هو فيلا ولا ولا لا طيب فالمفترض فW1.1 عمل ايه reply بعد reply تعرف ان السيرفر ان ايه ان one two two تمام فبعدين بعد برضو one two one الى one two دي ش بيج serve برة ثانية تمام بعد كيه السيرفر عمل على اه عمل ping برضو على one two one برضو one two one رد عليه بieli بعد كيه عمل الping على 1.2 تمام? 1.2 بعته to echo request ما ردش. فراح بعت الoffer بتاعت 1.2 الى ايه? الى 1.A1 تمام? تمام? بعت المية 72.16.1.2 as an IP to the client اللي هو PC1 لمين للروتر اللي هو 1.1 حلو كده? هو بيقوله your client IP address 1.2 اهو offer تمام? فعندما ايه? 1.1 قال له خلاص request هاتلي الاي بي ده فعلا هاتلي الى الاي بي اللي هو 1.2 تمام? هو السيربر الرد عليه اكناولوجمنت. حلو. بي سي فور. نفترض بي سي فور هياخد ايه? .3. درب. اهو .3 عظيم جدا جدا جدا. طيب. كلام جميل. انا في الفيرس سايت حلت قصته مع الايه? ال dhcp server. حلو جدا 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 الكلام ده. طيب. الثيرد سايت. الثيرد سايت. تعالوا بقى نلغي الكابترز من الفيرس سايت على الجيتوي راوتر. ونفتح كابتر من الثيرد سايت على الجيتوي راوتر. عشان عايزين نتتبع الايه القصة مرة تانية يعني. بس على الثيرد سايت. هادي الكابترز ها? عظيم. اعمل باكا بفيلتر الاربوت بي. ده من الثيرد سايت لايه الجيتوي راوتر خلي بالكم. تمام? هروح بقى لبسي تري. بصوا نقفل كل القصة دي بقى الترميناس دي. نفتح الايه? البيسي ثري. البيسي ثري مفترض واخد اي بي صح. فانا سطوب عشان ما يحصلش ايه. كومفلكت عندي. ستارت. ستوب. وستارت. هروح للثيرد سايت الاول. واروح على انترفيس. فاصل تانية 1.1.1. اي بي هيلبر. عشرة 00.37. هجربة بنجي من الثيرد سايت على عشرة 00.37. دوبينجة عشرة 00.37. ببينجة هو. حقيقة وببينجة على مين ديش بي سوربر. تمام؟ طيب كلام جميل. بتليل اللي انا لو رحت هنا. اهو بصوا. لو رحت هنا للدية سي بي سور هتلاقي بصوا. البينجة اهو. تعالوا مرة تانية. اهة. اه. اه. كلام جميل جدا. حلو. عشرة 00.37. لابي بتاع بيرت سايت ببينجة على ايه السيربر اهو. تمام؟ حلو. اه. طيب. اه. تعالوا بقى ايه هدخل الامر الى اي بي هيلبرد ده دخلته خلاص حلو وهسمح بكوننكشن الى يو دي بي والاي سين بي برضو على الثيرت سايت زي ما عملت في الثيرت سايت فهعمل اي بي اكسز اكسز لست اكسيندد اه دي اتشي سي بي سيربر policy تمام ثم اه بيرمت يو دي بي اه من الشبكة 163.0 اه ها الى الهوست 37 اي كيو 67 ومرة هعملها على الايه الاي سي ام بي وبعدين هعمل دي ناي من اي بي بقى من اي بي بقى بس هنا في مشكلة لا لا في مشكلة هنا هعمل هنا نو وهنا برضو نو لان الولد كارد ماسك بتاع 3.0 مش بتين خمسي في الاكتوط الرابع مفترض ده 31 والاي سي ام بي تو 31 وبعدين هعمل بقى هنا دي ناي اي بي اه 3.0 تيرتي ون الى الحوست تيرتي سبن وبعدين اي بي ايني اند تمام بعد كده هنفس بقى الاكسز لست دي على ال 3 outer interfaces او هنفسها على الانترفيس الداخلية لها 1.1 ip access group ghcp server policy in تمام مش ملاحظين هنا بقى هتقابلوا مشكلة كمان اي هي المشكلة البسي 3 اما يجي يحب يعمل ping انا قاسف ياخد اي بي تمام التيرت سايت هيطلع الباكت اوت اف ايه 3.1 صح زي ما حصل في الفيرست سايت صح بس 3.1 مش هتطلع على اللوان لينك دي 3.1 تمام لو رحت للتيرت سايت وجيت دو شو اي بي نات ترانزليشن الجدول هنا فاضي او انا مش قلت لو انت بصيت هنا دو شو اي بي اكسز لست اكسز لست 1 دي مش انا دي دخلتها في النات قلت لتيرت سايت اعمل نات الى اي بي من 3.0 على البول اللي هي من 10.03 ل30 ف3.1 هتطلع المفترض ويقيناها طلع من 10.03 فهيبعد لست discover out of 10.03.0.a. تهمين المشكلة حلو فديش في سيربر هيبص ايه ده دي باكت دي جاية من 10.03 انا مش هدي البول دي اللي هي 10.03 27 انا مش هدي البول 10.00.67 كبول كاليش سيبي بول تمام تعالوا نبص كده لو خليت اهو بصوا انا بعمل هنا على الوان لينك هنا تمام اهو على الوط بي الديش تي بي تمام طيب تعالى من البي سي ثري دي اتش سي بي اوبا بص 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 عشرة زيد زيده الثلاثة صح فأكيد الديش تي بي هيستلم الديسكور مش هيرد مش هيرد بي اه بوفر تمام عشرة زيد زيد ثلاثة اهو اهو بس هنا لا هنا في اهو تمام اهو بص عشرة زيد ثلاثة طلع علي ايه لون وان وان تو تمام فالحل عندي ايه هنا بقى ان انا مش هعمل نت اوكي اش خلي ثري دوت وان يتعمل اللونات جوه الديناميك نات اللي انا عامله ثري دوت وان ده هستثني ثري دوت وان ده ايه هستثني تمام كده اهو كلام جميل فالاكسس لست دي بقى بصوا هروح على اي بي اكسز اي بي اكسز خلاص بقى بعد اما دخلت الايه اي بي اكسز نروح ل ونحاول ناخد اي بي بصوا بقى هنا بصوا يا شباب على الول الوان لينك الوان لينك الوان الوان لينك الوان طالع من ايه من 10.03 الى 10.03 مش 3.1 مش 12.16.3.1 طب الكلام ده ليه هو انا مش اعامل لو جت هنا بصيت في الاكسز دي ادو شو اي بي اكسز دي مش اكسز ديست وان دي اللي مدخله في النات وقلت اي باكت جاية من اي بي 3.0 27 تمام يتعمل لها نات على البول من 10.03 ل 10.30 10.30 فالمفترض الروتر هيطلع من 3.1 صح ريلي ليش سبيل ريلي هيطلع الباكت ليش بي سيربر من 3.1 فهيعمل نات تبعا للديناميك نات باي كان الباكت طلع من 10.0.3 هشكلت التلبائي هنا ايه 10.0.3 تمام بس في مشكلة ان هنا بصوا حتى 10.0.3 هتقول لك هنا فيها مش مهندس ممكن واحد يقول لي ايه طالما هيطلع أوت أوف 10.0.3 طب دي دي سيربر ما توصله الباكت أوت أوف 10.0.3 فعلا اهي دي سبي جات له هوي من 10.0.3 تمام ال 1.1.1.2 اهو تمام طب دي سبيل اصلا هي هيعرف ازاي ان الباكت دي اصلا من جهاز عايز اي بي جوه الشبكة اللي هي 3.0.3 وعشرين هقول لك اه ده عن طريق يديش سبيري لي ايجنت الموجودة في الباكت بصوا شباب هو 10.0.3 فعلا راح ال 1.1.2 صح بس لو بصيت 1.1.1.2 رد على مين رد على ايه في 3.1 صح ولا لأ كلام جميل جدا طب لو رحت هنا ل 10.0.3 طب ازاي 1.1.1.2 عمل ويبص في الوفر حتى بص ال اي بي اللي هحطو في الوفر هنا 3.1 صح ولا لأ تمام 3.1 يعني ادي اي بي في الشبكة دي طب هو عرف منين ده جات له باكت سورس فروم 10.0.3 قال لك اه لو رد على 10.0.3 وقصت هنا في الريلي ايجنت بص الريلي ايجنت اي بي يعني بيقول لل 1.1.1.2 انا جاي انا عايز اخد اي بي في الشبكة دي باللي ايجنت 9.0.16 3.0.0 24 اللي منها ال اي بي ده فهنا عمل detect على طول بس المشكلة في حاجة ان ال 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 رد على جيت وي راوتر جيت وي راوتر مش عارف يروح الى 3.0.0 27 ازاي هدخل عليه static ip برضو static route ولا ايه اه 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 انا enable c comp t ip route 3.0 اصدنا نفسك اهو روح الى cd dot one تمام تعالوا نجرب مرة مرة تانية سروح الى dhcp server الاول enable show ip dhcp binding هو قال ان 3.1 اداها 68 يعني مفترض ده ايه dhcp binding اها نلغي يعني يعني هو 3.1 منفعش اصلا pc pc 3 ياخده تمام كده لان ده طيب حلو هنروح بقى ايه pc 3 حاول ناخد ip مرة تانية او 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 اهو تمام pc 3 خد ip خد 3.2 تمام ليه لان المفترض اهو اده 3.2 تمام والذي 3.1 ده ااخده third site تمام طيب كلام جميل نجرب كده pc 5 ياخد ip او لا dc عظيم اخد 3 حلو اوي فضل بقى second site تمام هروح على second site نقفل terminal نقفل او second site ويا cd هنروح conft interface post 1 1 ip helper 10 0 0 0 0 37 وهدخل بقى خلي بالك هعمل access list access list ip access list extended dgcp server policy و permit الشبكة اللي هي permit udb الشبكة اللي هي 0 الى connection بتاع الهوست 37 عشان دي 37 على ايكيو 67 بتاع tgcp تمام port tgcp وبعدين permit icmp زي ما عملنا من شركة دي للهوست وبعدين deny ip من الشبكة دي انتو 0 للهوست بعدين ايه permit ip any any وننفزها على فاصل ip access group dhcp server policy in حلو تمام اه ودلوقتي بقى هخلي السكند سايت يعلن عن الشركة بتاعته راوتر او وخش على فاصل 2 1 ip osbf 1 area 0 تمام اهو وبعدين هروح الى gateway router ودو show ip route اه 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 المفترض اهو 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 ما يفعش خليه يروح الاتنين دوت زيرو الا بقى لو ايه قلتوا هقوله عايز تروح الاتنين دوت زيرو وروح عن طريق فرست سايت وقوله عايز تروح اتنين دوت جيرو روح وقصة دي تمام طيب هجرب بقى pc2 ياخد برضو هي ip بس المفترض لابجي اخذ ip واخد ip اصلا 2 دوت اتنين فانا عايز الاغي الاغي ده 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 dhcp اهو اهو خليه ip عظيم طيب هلا بقى cdn binj من هنا 4 8 bing دني عندي شغالة تمام التمام تمام كده وانا pc 30 pinj على 4 8 اهو بيطلع الانترنت هنا pinj على مسلا www.google.com تعمل تعمل resolve تمام لماذا عمل من 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 4 8 لانا محدد show ip هنا ادي الناس بتاعه 4 8 وال ايه وال اربعة 3 اثنين اتنين واللي اشمعنا ما سمحنا بال bing هنا الconcept لو انت فاهم الconcept كويس بتاع البروتوكول تمام هيخليك تعرف تعمل الصح انا لو ما كنت اشغلت ال icmp كانت ممكن الدنيا تشتغل معا عادي لك انا تلاقي conflict كتير لانا ممكن مثلا جهاز pc1 عايز يطلب ip ياخد ip واخد pc3 ما يعرفش انا ابل ال icmp عليه تمام كده طيب كلام جميل احنا بفضل الله خلصنا لاب 20 انا اعتبر خلصت شوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته